بعد طول انتظار ووسط صراعات سياسية وضغوط ومساومات الكتل والأحزاب الساعية لنيل المكاسب وفرض الإرادات حكومة العراق الجديدة تبصر النور على أمل تحقيق تطلعات الشعب المظلوم وآماله في الحصول على بلد ينعم فيه بعيش كريم تحديد عمر الحكومة الانتقالية بسنة واحدة يجعل مهمتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها أكثر صعوبة ويضعها أمام تحدي ومسؤولية كبيرة لإثبات نجاحها في تهيئة الظروف المناسبة وبناء أرضية متماسكة للحكومة المقبلة وإعطاء التطمينات بإنشاء دولة قوية قادرة على إدارة أزمات البلاد وتلبية أهداف الشباب المتظاهر الذي ضاق ذرعا من الوعود وانتظار حكومة تضعه في أول اهتماماتها اليوم أصبحت حكومة الكاظمي أمام مهام محددة وكبيرة في وقت تعهد بتحقيقها في منهاجه الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب تضمنت إجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي من قبل السلطة التشريعية وتسخير إمكانات الدولة لمحاربة جائحة كورونا وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية وإعداد مشروع قانون موازن استثنائي للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية وحماية سيادة العراق وأمنه وفتح ملفات الفساد واعتماد الآليات القانونية للحفاظ على المال العام وفتح حوار وطني مع مكونات الشعب وتطوير المؤسسات العسكرية والأمنية والقضاء على البطالة وتعزيز روابط العلاقات الخارجية والعمل على معالجة المشاكل العالقة مع إقليم كردستان وفق الدستور ومع كل ما يشهده العراق من أزمات وصراعات هل سيتمكن الكاظمي من منح هذا الشعب ما يصبو إليه؟ الأيام المقبلة وحدها من ستجيب؟